السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بيكم في فيديو جديد كل مشاهدين كنات اصناعيها بنفسك لتعليم الكروشي نهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة عمل شاء الكروشي مستطيل او كفية برضو الغرزة تمشي جميلة جدا ومميزة الغرزة ان شاء الله هتعجبكو شاء المستطيل يعني خلينا نقول بغرزة مفرغة فيها شاكل مربعات جميلة مختلفة ومميزة وان شاء الله هتعجبكو اريكو اول حاجة الخط اللي هستخدمه الفتلة اللي معي دي فتلة متوسطة بس اللي غرزة يمشي معها اي سمكة خيط اي دي الفتلة متوسطة لو خيط ارفع من ده يدي نتيجة كويسة وده برضو يدي نتيجة كويسة والخيوط السميكة كمان تدي نتيجة كويسة اوي يعني جربوها بالخيوط اللي متوفرة عندكو وان شاء الله نتيجة هتعجبكو ومعي هنا الابرة بتاعتي رقم 4 ميلي متر يعني انا هستخدم الابرة المناسبة لسمك الخيط بالزبط وانتو كمان هتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط اللي انتو هتشتغلوا بيه بالزبط اي دي الابرة ويدي سمك الخيط تمشي على فكرة للصيف والشتاء وتقدروا تشتغلوا بيها اي مشروع تاني غير اللاشاء وتستخدموا طبعا اكيد يعني تستخدموا الخيوط المناسبة للمشروع بتاعكم حب افكر قبل ما نبدأ الفيديو لو دي اول مرة بتشوفوا القناة وعجبتكو يبقى تفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار دايما بكل فيديو جديد وكمان اشتركوا في قناتي التانية كروشي ستوديو لينك بتاعها دايما في صندوق الوصف وخلينا نبدأ الطريقة هنبدأ اول حاجة سلاسل البداية والسلاسل دي هشتغلها بعرض الشيل وبعد كده هفضل ارتفع لحد ما وصل للطول اللي انا عايزينه وعايزينها تكون من مضاعفات الرقم 8 زائد 2 بعد عقدة البداية 1 2 3 4 5 6 7 8 هكرر تاني الرقم 8 1 2 3 4 5 6 7 8 مرة التالتة 1 2 3 4 5 6 7 8 مرة الرابعة 1 2 3 4 5 6 7 8 وعايزاكم يعني ما تخلوش اديكم استرياحة في شغل السلاسل شغل عادي مرة الخمسة 1 2 3 4 5 6 7 8 وكده انا اشتغلت رقم 8 خمس مرات هيبقى فيه معايا خمس مجموات بعد ما بنخلص مضاعفة الرقم هزود هنا على السلاسل 1 2 وكده هنبدأ استغطر رقم 1 وهيبقى عبارة عن تكوين فراغات بفاوت سلسلة وبروح على اللي بعدها وباشتغل فيها غرزة حشو وبرتفع من هنا بعد الحشو 1 2 3 4 4 سلاسل وهرجع عد على السلاسل البداية 1 2 3 وهدخل هنا في رقم 4 وهنشتغل غرزة حشو هجمون فراغات على طول السطر زي الفراغ ده هرجع تاني 1 2 3 4 ونعد على السلاسل 1 2 3 وهدخل في رقم 4 وهشتغل غرزة حشو كل الفراغات قد بعدها هرتفع 4 سلسلة ونعد هنا على السلاسل 1 2 3 وبادخل في رقم 4 كل مرة بفاوت 3 سلسلة وبادخل في الرابعة وباشتغل حشو وهيدي شكل الفراغات ضعفوا رقم 8 زي ما انتوا عايزين واشتغلوا السطر كده بنفس الطريقة كله شغل فراغاته بس بفاوت 3 سلسلة وبادخل في الرابعة وباشتغل حشو ونمشي كده على نفس التكرار 4 سلسلة 1 2 3 وبادخل في رقم 4 باشتغل الحشو وهكذا لحد نهاية السطر انا هستمر كده في تكوين فراغات لحد نهاية السطر وارجع لكم نقفلوا مع بعض وارجع تلك هنا وصلت لحد نهاية السطر تكوين فراغات وبس في النهاية لازم يتبقى معي هنا 4 سلسلة فاضين هرتفع 1 2 3 4 وهعد على السلاسل اللي بقاي معي هنا 1 2 3 هدخل في رقم 4 والاخيرة وباشتغل فيها غرزة حشو وكده خلاص خلاصت السطر تكوين فراغات وبس للسطر الثاني هرتفع 1 2 3 باعتبارهم عمود وبلف الشال عمودة بلف وازود 2 سلسلة دي هتبقى فراغة او فاصل يبقى انا كده ارتفعت 5 في بداية السطر 3 عمود و 2 فراغة هروح الى اول فراغ انا كونته اول فراغة يقابلني هدخل تحت الفراغ وهشتغل غرزة حشو يبقى انا كده كونت فراغ صغير قبل الحشو هنا في غرزة الحشو اللي بعدها على طول اللي هي ما بين الفراغين هدخل فيها وهشتغل ندخل كده جوه غرزة الحشو ونشتغل عمود ودي العمود الثاني والعمود رقم 3 خليه بالكو احنا بندخل جوه غرزة الحشو مش في المكان اللي اشتغلنا فيه الحشو هروح على الفراغ اللي بعده وهشتغل غرزة حشو يبقى انا كده اشتغلت مجموعة وقفلتها من الناحيتين قبلها حشو وبعدها حشو كونت هنا خمسة سلسلة في البداية كونت فراغ واشتغلت حشو على الحشو اللي ما بين الفراغين 3 عمود بلفة وقفلت بعدها بحشو هرتفع 1 2 3 4 على الفراغ اللي بعده بشكل حر كده تحت الفراغ بندخل ونشتغل غرزة حشو ومن هنا هلف الخيط على طول وفي غرزة الحشو اللي بعدها هكرر شكل المجموعة بتاعت الاعمدة بندخل كده جوه الحشو اشتغل عمود بلفة ودي رقم 2 والعمود بلفة رقم 3 وبس كده زي ما اشتغلت قبل المجموعة دي حشو هروح هنا في الفراغ اللي بعده وهشتغل حشو وهكمل على نفس التكرار ده لحد نهاية السطر 1 2 3 4 على الفراغ اللي بعده هشتغل حشو في الغرزة كلها الفراغات عندنا مش تخرج عن الاربع سلاسل دول بلف الخيط وهنا جوه غرزة الحشو بشتغل عمود بلفة والعمود رقم 2 والعمود بلفة رقم 3 3 عمودة بلفة وبس ولازم طبعا نقفلهم هنا في الفراغ اللي بعده بغرزة حشو علشان الشكل يكتمل يا دي كده شكل الشغل بتاع السطر رقم 2 1 2 3 4 على الفراغ اللي بعده مرة في فراغ بشتغل حشو وفي غرزة الحشو دي اللي بعد الفراغ او ما بين الفراغين بشتغل 3 عمود بلفة ندي العمود الثاني ونشتغل العمود رقم 3 وحشو هنا في الفراغ اللي بعده 4 سلسلة في النهاية يعني في السطر ده هيبقى عندي السطر كله ماشي بالتبادل مرة فراغ مرة مجموعة أعمد هنا على طول هلف في الخيط وفي غرزة الحشو اللي قبل الأخيرة بشتغل 3 عمود بلفة ندي العمود الثاني والعمود رقم 3 ولازم المجموعة بعد ما نخلص هنقفلها بغرزة حشو هنا في الفراغ اللي بعده يدي كده غرزة حشو ولسه مقفلناش السطر ده شكل السطر لحد دلوقتي زي ما بدأت السطر بفراغ صغير اللي هو الفراغ ده هنهي بنفس الطريقة أنا بدأت بخمسة سلسلة 3 عمود و2 فراغ ادي الاثنين الفراغ 2 سلسلة وهنا في غرزة الحشو هدخل واشتغل عمود بلفة آخر غرزة حشو في السطر ندخل كده ونشتغل عمود بلفة يبقى احنا كده خلصنا السطر رقم 2 كل الشغل بتاع الغرزة في منتهى السهولة شهيخرج عن الفكرة دي الأعمدة والفراغات بارتفع سلسلة واحدة للسطر رقم 3 وبلغ في الشال وهبدأ السطر ده بغرزة حشو هنا فوق العمود أو العمود يعني في السطر نشتغل كده عليها غرزة حشو بعد كده مش اشتغل اي سلاسل فاصل انا على طول هلف الخيط وهروح هنا على المجموعة دي اللي هي كانت 3 عمود قبلها حشو وبعدها حشو زي ما نشايفين كده هبتدي الأول اشتغل في الحشو اللي قبلها 3 عمود بلفة ندي العمود التاني والعمود رقم 3 تمام كده 3 عمود بلفة وهقفلهم بحشو هنا على الأعمدة دي الأعمدة دي عندي كانت 1-2-3 أنا عايزة العمود اللي في المنتصف فوقت الأول كده وارح على رقم 2 وباشتغل فيه غرزة حشو وعلى طول من جر أي سلاسل هلف الخيط وارح للحشو اللي هي بعد المجموعة هدخل كده جوه غرزة الحشو هشتغل عمود بلفة ودي العمود رقم 2 ودي العمود رقم 3 ولسه شكل المجموعات اللي أنا بقولوك عليها مبانيت شهو شكل مربعات مائلة شكلها حلوة وده التكرار برضو اللي هكمل عليه لحد نهاية السطر بقفل هنا المجموعة في الفراغ اللي بعده على طول بغرزة حشو بس كده شايفين الشكل كده بقى أوضح الشكل ده ولسه هكمل في السطر اللي جاي هاجي بعد كده هلف الخيط من غير أي سلاسل وهروح على المجموعة اللي بعده اتفقنا هيبقى عندنا خمس مجموعات ضعفنا رقم 8 خمس مرات هكرر نفس الشكل ادي الحشو اللي قبل المجموعة واللي بعده هبدأ الأول هنا في غرزة الحشو اللي قبل المجموعة بتاعة الأعمدة هشتغل عليها ثلاث أعمدة بلفة ادي العمود الثاني والعمود رقم 3 والمجموعة اللي أنا اشتغلتها دي هقفلها هنا بفوت عمود وبروح على الثاني اللي هو في المنتصف وبشتغل عليها غرزة حشو وهرجع تاني على طول بلف الخيط وهنا في غرزة الحشو اللي بعد المجموعة اللي تحت هشتغل تلاتة عمود بلف هادي العمود الثاني والعمود رقم 3 شايفين كده الشكل؟ انا كده خلصت مجموعتين هقفل هنا في الفرق ده بغرزة حشو هكمل بنفس الطريقة هلف الخيط وهروح على المجموعة اللي بعدها وهي رقم 3 هادي باقي عندي تلاتة انا اشتغلت خلص على اتنين الحشو اللي قبل المجموعة والحشو اللي بعد المجموعة الاول كده الحشو اللي قبل المجموعة هشتغل عليها تلاتة عمود بلفة هادي العمود رقم تلاتة وانروح على التلاتة عمدة بفوت الاول وبروح على التاني باشتغل عليها جرزة حشو بلف الخيط وبروح على الحشو اللي بعد المجموعة اشتغل عليها تلاتة عمود بلف ايدي العمود رقم تلاتة وهقفل هنا في الفراغ بجرزة حشو وهلف الخيط ومشي على نفس التكرار المجموعة دي اشتغل عليها نفس الشغل سريعا كده هكملهم كملت كده شغل المجموعات هنا كده معي اربع مجموعات خلصت شغل عليهم خلصت المجموعات على طول هقفل هنا بجرزة حشو في الفراغ اللي بعده وهتنقل لاخر مجموعة معي في السطر اللي هي رقم خمسة الحشو قبلها ودي الحشو بعدها سريعا كده خلص خلصت شغل على المجموعة الاخيرة معي في السطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وتعالوا نقفل السطر انا خلصت شغل المجموع هقفل هنا في السلاسل دي نعد كده من ظهر السلاسل واحد اتنين وادخل في السلسلة التالتة لو عايزين تعدوا السلاسل من بدايتها هتبقى سلسلة رقم ثلاثة وكده خلص خلص السطر يعني لسه معي لحد دلوقتي شكل قلوب بس لسه هتكتمل في السطر اللي جاي رقم اربعة هرتفع من هنا واحد اتنين تلاتة وبلف الشال تلات سلاسل باعتبارهم عمود وهبدأ السطر بفراغ اتنين سلسلة كده يبقى انا اشتغلت خمسة تلاتة واتنين وهاشتغل على المجموعة دي هكملها انا هنا بفوت الحشو وبفوت العمود الاول في التلاتة وبدخل يعني بفوت الاول وبدخل على التاني وبشتغل عليه جرزة حشو وكده بدأت السطر بفراغ صغير زي من شايفين على طول هلف الخيط واروح هنا على الحشو اللي كانت ما بين المجموعتين وهشتغل فيها تلاتة عمود بلف لو مبتدئين عايزاكم تتابع معي الفيديو خطوة بخطوة لحد نهايته هتلاقوا الجرزة سهلة قوي وهتنفزوها على طول ان شاء الله من جرى اي اخطاء بفوت عمود وبروح على التاني وبشتغل الحشو وكده انا كملت شكل المجموعة شكل مربع مائل والمجموعة دي انا اشتغلتها على تلات سطور السطر الاول اشتغلت فيه مجموعة هنا اتنين وهنا مجموعة واحدة بعد ما خلصت هنا اشتغلت الحشو هرتفع من هنا فاصل نفس الفاصل اربعة سلسلة مش هيتغير الفراغات عندنا عن اربعة سلسلة وبروح على المجموعة اللي بعدها بنفس الطريقة اكرر نفس الشغل تلاتة اعمدة واضحين بفوت الاول وبروح على التاني وبشتغل عليها جرزة حشو اللي هو في المنتصف ومن هنا بلف الخيط وبروح على الحشو اللي كانت ما بين المجموعتين هشتغل عليها تلاتة عمود بلفة من زي العمود رقم اتنين والعمود رقم تلاتة وبس كده خلصت شغلة على المجموعة هقفل هنا بفوت عمود وبروح على التاني ونشتغل حشو كده خلصت المجموعة التانية ارتفع أربعة سلسلة فراغ وهتنقل المجموعة اللي بعدها رقم ثلاثة وهشتغل عليها نفس الشغل يدي الثلاثة أعمدة طبعا احنا بنفوت الحشو مش بنشتغل فيها ازاي ما فوتتها هنا اللي هي كانت ما بين المجموعة هفوت الحشو طبعا واروح على الثلاثة عمود فوت عمود باروح على رقم اثنين وباشتغل ورزة حشو وهلف الخيط وهدخل في الحشو اللي ما بين المجموعتين واشتغل فيها تلاتة عمود بلف ايه دي العمود رقم ثلاثة ونقفل هنا في التلاتة عمود بفوت واحد وبروح على الثاني وباشتغل حشو كده خلصت شغل بارتفع أربعة سلسلة فراغ هيبقى ما بين كل مجموعة والتاني بفوت العمود الاول وبروح على الثاني اشتغل حشو وهكذا بيمشي للشغل مفيش اي صعوبة في اي سطر هنكمل على كده هي الجرزة من تكرار تمن سطور احنا دلوقتي في السطر رقم أربعة نشتغل حشو نرتفع الفاصل او الفراغ أربعة سلسلة واخر مجموع معي في السطر بروح على العمود التاني على طول نشتغل الحشو وبالف الخيط وهنا في الحشو لما بين المجموعتين باشتغل تلاتة عمود بلفة اي دي العمود رقم اتنين وكده خلصت هقفل بفوت عموده بقفل في التاني وباشتغل حشو وهنقفل السطر ازاي ما بدأناه تفاكرين احنا بدأناه بخمسة سلسلة تلاتة اعتبرتهم عمود واثنين فراغ اللي هو الفراغ ده اللي كونته في البداية هنا هرتفع اتنين سلسلة فراغ واشتغل عمود بلفة هنا في جرزة الحشو اطلاقها واضحة معيكو في نهاية السطر ندخل كده تحت لفتين خط ونشتغل عمود بلفة وكده خلصنا السطر رقم أربعة ولسه طبعا يعني شكل الغرزة شوية كده هيبان معيكو الفراغات بتاعت الغرزة رائعة ديها شكل زيجزاك ولسه هيبان في السطر اللي جاي هرتفع للسطر الرقم 5 سلسلة واحدة بس وهلف الشال والسطر ده هيكون تكوين فراغات بس يعني انا ارتفعت سلسلة هشتغل فوق نفس العمود او فوق اول عمود باشتغل حشو ومن هنا هشتغل الفراغ بتاعنا نفس العدد ثابت واحد اتنين تلاتة اربعة وهقفل بورزة حشو انا قدامي هنا تلاتة اعمدة هفوت العمود الاول وبروحها للتاني باشتغل او رزة حشو حشو فوت طبعا السلاسل والحشو والعمود الاول من التلاتة بارتفع اربع سلسلة علشان اكون الفراغ اللي بعده وهنا على الفراغ بتاع الاربع سلاسل باشتغل حشو واحد اتنين تلاتة اربعة هتقبني مجموعة الاعمدة التلاتة اللي هما دول بفوت العمود الاول بروحها للتاني وباشتغل بورزة حشو وارجع تاني ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة وعلى الفراغ اللي بعده لو مبتدئين خلي بالكو احنا لسه مدخلناش في تكرار للسطور انا دلوقتي في السطر رقم 5 عشان بس شغل السطر ده ازاي شغل السطر رقم واحد احنا لسه مش بنكرر السطور بعد الاربع سلسلة هقفل هنا بورزة حشو وارجع تاني ارتفع اربعة سلسلة على مجموعة الاعمدة بفوت الاول وبروحها للتاني وباشتغل حشو وارتفع اربعة سلسلة خلاص كده هنقفل السطر هنا على الفراغ ده باشتغل حشو واحد اتنين تلاتة اربعة على مجموعة الاعمدة بفوت الاول وبروحها للتاني وباشتغل حشو واحد اتنين تلاتة اربعة وكده خلاص هنقفل السطر هنا في السلاسل دي دول جان وخمسة بعد واحد اتنين وبدخل في السلسلة التالتة وبشتغل حشو بس كده خلصت السطر فراغات فقط يا دي شكل الفراغات عايزين تتأكدوا شغلكم مظبوط ولا لأ عدد الفراغات اللي أنا كونتهى دلوقتي اللي هو الفراغات دي لازم يبقى نفس العدد ده اللي أنا بدأت به السطر الأول يعني هنا أنا عندي مثلا الفراغات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ويدي الفراغ رقم عشر كده مظبوط عدد الفراغات زي ما هو ما تغير لا يزيد ولا يقل للسطر الرقم ستة هرتفع من هنا واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل دول أنا بعتبرهم عمود وبلف الشال وده هيبقى أول عمود في نص المجموعة اللي أنا هشتغلها وهشتغلها هنا في جرزة الحشو هدخل هنا وهشتغل عمود بلفة وكمان عمود بلفة يعني أنا كده هنا بشتغل تلات سلاسل وعمودين بعد ما خلصتهم هروح على الفراغ اللي بعده واشتغل ورزة حشو هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة وعلى الفراغ اللي بعده هشتغل ورزة حشو أنا كده كونت فراغ من هنا هلف الخيط وهروح على الحشو دي ما بين الفراغين وهشتغل فيها تلاتة عمود بلفة يدي العمود رقم اتنين والعمود رقم تلاتة وبس كده طبعا ده زي الشغل اللي كنا بنشتغل في السطر ده اللي هو رقم اتنين بس باختلاف الاماكن لكن الطريقة هي هي على الفراغ بشتغل حشو هرجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة على الفراغ اللي بعده مرة بشتغل مجموعة اعمدة ومرة بشتغل فراغة بعد الحشو هلف الخيط واروحينا على الحشو اللي ما بين الفراغين وهشتغل عليها تلاتة عمود بلفة يدي العمود رقم تلاتة ونقفل على طول المجموعة في الفراغ اللي بعده بس كده ونكون فراغ بين المجموعتين ونكمل كده يدي الفراغات هنكمل كده بنفس الطريقة اربعة سلسلة على الفراغ اللي بعده بشتغل اجرزة حشو هرجع تاني ألف الخيط وهنا في الحشو هشتغل تلاتة عمود بلفة والحد نهاية السطر هكمل على نفس الشكل ده على نفس التبادل ده هدي العمود رقم اتنين والعمود رقم تلاتة ونقفل هنا بحشو في الفراغ اللي بعده وهرجع تاني اكمل بنفس الطريقة مرة فراغ مرة مجموعة هكمل الجزء اللي باقي ده وارجع لكم وصلت هنا لنهاية السطر اشتغلت شغل المجموعات والفراغات آخر حاجة معي أربع سلسلة هنا بعد المجموعة هجون بهم فراغ وهقفل هنا في آخر فراغ عنتي بورزة حشو وفي النهاية هشتغل نفس الشغل اللي بدأت بيه اللي هو خلينا نقول نص مجموعة في ورزة الحشو وكده باشتغل عمود والعمود التاني والعمود التالت انا بقول لكم نص مجموعة في المجموعة الكبيرة مش المجموعة الصغيرة اللي هي تلاتة عمود برتفع سلسلة واحدة للسطر الرقم سبعة بعد ما لفت الشال هبدأ السطر ده بجرزة حشو هنا فوق أول عمود عندي في السطر حشو وبعد كده نلف الخيط وهروح على جرزة الحشو اللي بعد الأعمدة يعني بفوت عموده التاني وهنا جرزة الحشو اللي بعدهم ونشتغل هنا تلاتة عمود بلف هدي العمود التاني والعمود رقم 3 الشكل ابتدى يبان شوية شكل المجموعة او نص المجموعة اللي انا بكونه على الفراغ باشتغل جرزة حشو وبعد كده هلف الخيط وهروح على مجموعة الأعمدة زي ما انتم شايفين كده هكرر نفس الشغل ده اللي انا اشتغلته في السطر رقم 3 على الحشو اللي قبل المجموعة باشتغل عمود اتنين ودي رقم 3 نقفل على طول هنا افوت عمود واروح على التاني واشتغل جرزة حشو بلف الخيط وهنا على الحشو اللي بعد المجموعة هشتغل تلاتة عمود بلفة عمود اتنين ودي العمود رقم 3 بنقفل بجرزة حشو هنا في الفراغ اللي بعده احنا كده بنشتغل على المجموعة زي الشغل اللي اشتغلنا قبل كده بس باختلاف الأماكن هلف الخيط واروح على المجموعة اللي بعدها وهشتغل نفس الشغل سريعا كده هكملها وارجعت لكم كده خلاص خلصت المجموعة بقفل بجرزة حشو في الفراغ اللي بعدها وهكمل بنفس الطريقة لحد نهاية السطر على المجموعتين دول خلصت شغل على المجموعات بعد ما خلصت المجموعة هقفل بجرزة حشو هنا في الفراغ اللي بعده ولسه هنهي بالشكل ده يعني أنا هنا عندي حشو أعمدة فانا هلف الخيط واروح على جرزة الحشو اللي قبل الأعمدة وهشتغل عليها تلاتة عمود بلف دي العمود التاني والعمود رقم تلاتة ونقفل السطر هنا في نهاية السطر يعني بعدي عمود والتاني واروح هنا على التلات سلاسل اللي انا اعتبرتهم عمود في السلسلة التالتة من فوق بقفل بحشو عندي هنا في السطر ده أربع مجموعات وعلى الطرفين نص مجموعة في كل طرف أو يعني في بداية ونهاية السطر برتفع تلاتة سلسلة للسطر رقم تمانية وبلف الشال لآخر سطر معنا هنا بكمل شغل الأعمدة تلات سلاسل دول اعتبرتهم عمود وفي جرزة الحشو هكمل التاني ودي العمود رقم تلاتة عمودين بعد التلات سلاسل وهروح هنا على الثلاتة عمودة دول بفوت الأول وبروح إلى الثاني واشتغل جرزة حشو وكده أنا بدأت السطر بتلات سلاسل وعمودين وجرزة حشو ارتفع واحد اثنين ثلاثة اربعة وهقفل يعني أنا بكون فراغ وهنا في الثلاتة عمودة دول بفوت الحشو طبعا والعمود الأول وبروح sonra العمودة التاني وبقفل هنا بجرزة حشو كده أنا قفلت الفراغ، وهلف الخيط وهنا في الحشو اللي ما بين المجموعتين، هشتغل فيها 3 عمود بلفة هلف الخيط كده، وهنا في الحشو دي، اللي ما بين المجموعتين بنشتغل فيها 3 عمود بلفة ندي رقم 2 والعمود رقم 3 ونقفل المجموعة هنا، بفوت عموده، بروح على الثاني، واشتغل حشو تمام كده خلصت المجموعة، بارتفع 4 سلسلة معي فراغ أربعة سلسلة ما بين كل مجموعة والتاني بفوت العمود الأول بروح على الثاني وباشتغل حشو وعلى طول بلف الخط على الإبرة وعلى الحشو هنا اللي ما بين المجموعتين باشتغل ثلاثة عمود بلف يتي رقم اتنين والعمود رقم ثلاثة نقفل هنا في الثلاثة أعمدة بفوت الأول وبروح على الثاني وباشتغل حشو ودي شكل السطر في منتهى البساطة الشغل إن شاء الله برتفع أربعة سلسلة وبروح على المجموعة اللي بعدها بكرر نفس الشغل يدي الثلاثة أعمدة بفوت الأول وبروح على الثاني اشتغل الحشو ألفه الخيط وهنا في ورزة الحشو باشتغل ثلاثة عمود سريعا كده خلصتهم بفوت عمود وبروح على الثاني وباشتغل الحشو وبكون فراغ الأربعة سلسلة ونفس الشغل هكرره على المجموعة اللي بعدها خلصت هنا الثلاثة عمود بقفل بحشو هنا في العمود الثاني وبرتفع أربعة سلسلة يعني أنا بختصر بس خطوات مكررة على العمود الثاني باشتغل الحشو هنا وصلنا لنهاية السطر زي ما بدأتو هنهيه فاكرين بدأتو بالتلاثة عمود والحشو هنا اشتغلت الحشو خلاص هروح على ورزة الحشو اللي في النهاية السطر وباشتغل هنا تلاثة عمود بلفة أقفل بيهم السطر ايدي العمود الثاني والعمود الثالث شايفين شكل المجموعة واضح او نص مجموعة زي اللي في بداية السطر وخلاص كده خلصنا ده السطر رقم تمانية ايدي الفراغات زي ما قلت لكم واخد شكل الزجزاج بسيط قوي الغرزة مختلفة ومميزة تمانية من السطور في منتهى السهولة تعالوا نرجعهم كده اول سطر هنا الاول بتاع الفراغات السطر الثاني اللي بدأت فيه المجموعة السطر الثالث هنا لما اشتغلت مجموعتين ودي الرابع رقم خمسة فراغات فقط رقم ستة بتدي تكون مجموعة رقم سبعة اللي اشتغلت فيه هنا مجموعتين فوق المجموعة واخر سطر معي رقم تمانية ويمشي التكرار كده بمنتهى السهولة بترجعوا تاني تكرروا في السطور يعني هنرجع تاني نكرر بداية من السطر ده اللي هو بتاع الفراغات فقط تعالوا نكرروا مع بعض بارتفاع سلسلة واحدة وبلف الشال ومن هنا هبدأ بورزة حشو فوق اول عمود هيقبلي ادخل كده وباشتغل الحشو هكون هنا فراغات اول حاجة اربعة سلسلة وهقفل هنا في الفراغ بحشو وارجع تاني ارتفع اربعة سلسلة هتقبلي مجموعة الاعمدة بفوت الاول وبروح على التاني وباشتغل حشو وارجع ارتفع اربعة سلسلة هفضل ماشي كده على طول السطر في الفراغ باشتغل حشو يعني مرة باشتغل حشو في الفراغ مرة باشتغل حشو على العمود التاني شايفين غرزة الحشو في نفس المكان انا بكون الفراغات احنا كده بنكرر السطر رقم واحد واحد اتنين ثلاثة اربعة بفوت عمود وبروح على اللي بعده وباشتغل حشو وارجع تاني ارتفع اربعة سلسلة هنا في الفراغ باشتغل حشو اربعة سلسلة حشو في العمود التاني فوق العمود التاني اربعة سلسلة حشو في الفراغ اربعة سلسلة حشو هنا فوت الاول وروح على التاني وارجع تاني اربعة سلسلة وحشو فوق الفراغ اخر حاجة بارتفع اخر فراغ انا اكون اربعة سلسلة وهقفل الفراغ ده في نهاية السطر يعني انا بعدي الاعمدة الاول والتاني اللي هو ده واروح على الثلاث سلاسل اللي اعتبرتهم عمود في السلسلة الثالثة من فوق يعني هي الجوانب مظبوطة ولو عايزين تشتغلوا عليها كمان في النهاية اشتغلوا سطر سريع كده من الحشب ودي الفراغات اللي انا كونتها لازم يكون نفس عدد الفراغات اللي بدأت بيها اللي هو السطر ده نفس العدد علشان تتأكدوا ان شغلكم مظبوط السطر التاني طبعا هتكرروا زي ما اشتغلناه مع بعض بسرعة كده هسيبكو هرتفع شوية بالسطور وارجع لكم وارجعت لكم كده بعد ما ارتفعت شوية بالسطور عايز اقول لكم ان الغرزة دي مش هتاخد معيكو وقت خالص جميلة وفراغاتها شكلها حلو ومظبوطة يعني لو مبتدئين الغرزة دي مضمونة ان شاء الله بواعدكم ان النتيجة بتاعتها هتعجبكم هي دي شكل الغرزة ناحية التانية هي لوش ازاي الظهر بالزبط بس لو سمحتوا علشان تطلعوا بنتيجة كويسة استخدموا الابرة المناسبة لسنك الخيط بالزبط هتوضح لكم كل تفاصيل الغرزة سواء كانت المربعات المائلة او الفراغات هو هنا نهاية شغل بالسطر بتاع الفراغات ممكن برضو لو عايزين تركبوا شراشيب بتتركبوها فيه وممكن تمشوا على القطعة كلها بدور كامل من ورز الحشو يعني معاكو هنا الخيط تمشوا كده على السلاسل بتيجوا على الناحية التانية يعني بتلفوا على القطعة كلها بغرس حشو ده لو عايزين كده يعني الاضافات دي ترجعلكو في النهاية كده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله تكونوا الورزة دي عجبتكم نتقبل على خير في فيديو جديد واسبكم في رعاية الله